ولنقاش ملف آخر تطورات المشهد اليمني في ظل محاولات خلجولة لإيجاد حل سياسي ينهي أزمة اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي أهلا بكم أستاذ ياسين أستاذ الله مساعدت ومساعدت المشاهدين أهلا بك كيف تتوقعون أن تنعكس العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران ودعمها للميليشيات في اليمن طبعا العلاقة وثيقة طبعا بين أي ضغط قد تتعرض له إيران وأي أثر اتصادية قد تواجهها إيران وبين دعمها للعوثي لكن القضية هنا ليست مرتبطة حرثيا بإمكانية إيران الاقتصادية الحوثيون أعتقد أنهم لديهم القدرة على تصرف خارج تأثير وإمكانية إيران لأن منذ 2014 تساعدتهم الظروف على أن يضعوا أيديهم على إمكانية الدولة اليمنية بكاملها وبالتالي هم اليوم تتصرفون بمقدرات الدولة اليمنية يسيطرون على موارد فائلة يجمعون الضرائع من أكبر كتلة سكانية صحيح أنهم يستفيدون من الدعم الإيراني لكن الحوثيين يستطيعون مواصلة الحرب ضد السلطة الشرعية بإمكانيتهم الذاتية ثم أن هناك موارد أخرى تأتي من الحوزات وهذه أيضا تشكل دعم إيراني من خارج إمكانية الدولة الإيرانية نعم ما مصير الحل السياسي الذي تطرحه منظمة الأمم المتحدة؟ لسه هناك حل سياسي قد قابل لك في هذه المرحلة هناك مراوحة شديدة في هذا المسار المبعوث الأممي أعتقد أنه تشعب كثيرا ولكنه لا يريد أن يعترف أو يقر بأنه قد فشل بالتعل في الوصول إلى حل سياسي لهذا يحاول أن يلجأ إلى بداء منها إجراء لقاءات موسعة مع فعاليات من خارج الفعل السياسي والأمني والعشري يعني طرح أكثر أعتقد أنها لا مصر وشرفا وبشكل قوي جدا ما يهدف إليه المبعوث الأممي من حل سياسي ينهي هذه الحرب في اليمن وما نرى في تصوري أننا لازم بعيدا جدا عن تصور واضح لعملية سياسية يمكن أن تنهي الحرب في اليمن وما نره اليوم هو تشعب النزاعات على الساحة اليمنية وتعدد مسارة الحرب وتعدد أطراف الحرب ما يعني أن المشهد اليمني مقبل على تعقيدة سريدة جدا على الساحة اليمنية وتشعب المساعي أيضا أستاذ ياسين دخلت بريطانيا على خط هذه الأزمة وطلبت بعقد مباحثات وجمع الفرقاء صح القول كيف يفسر الدور البريطاني في الأزمة اليمنية؟ بريطانيا هي ممسكة بالقلام اليمن فيما يتعلق بمجلس الأمم المتحدة وبالتالي هي التي تصير القرارات وتصورات المتعلقة بالأزمة في اليمن لهذا هي تؤدي دورها انتلاقا من هذا الموطع الذي تحتله في الأموات المتحدة التي تتعلق بمجلس الأمم المتحدة لكن أنا أعتقد أن بريطانيا اليوم تحولت إلى سفراء بريطانيا والمسؤولين بريطانيين تحولوا إلى سكرتاريا مع المبعوث الأممي أو طاقة مساعدة أو أشبه لما يسمى بالدعم اللوجيستي لمبعوث أممي يكاد يخرج في دوره على طاقة مساعدة السلام بريطانيا لا تدمر نوايا حتنا فيما يتعلق بسيغة مستقبل اليمن نعتقد أنها تتمها مع أكثر المشاريع تجميرا وإذاءا لكيانة الدولة اليمنية والتي لا نتفق بالمساعدة البريطانية ولا يمكن أن تضيف شيء من جهود المؤدية إلى أحرار السلام ما نره اليوم هو أن هناك تماهي أو ربما غض طرف أو مباركة بعض أطراف دولية لمساعي اليوم تهدف إلى تسكيك اليمن ويستهدف الدولة اليمنية بشكل مباشر نرى ذلك في حضرات الجنوب رأينا في عدن رأينا في آليا رأينا في سقطرة وهذا يدل على أن أفق السلام لا يزال مسجودا حتى علي الله يرى البعض أن الأزمة تشعبت بعد الخلاف بين معسكر الشرعية ومحاولة المجلس الانتقالي للعب دور المشتتين صح القول ما الأوراق التي يمتلكها اليوم من رئيس هادي في طريق حل الأزمة الرئيس هادي موجود في الرياض ولا ندري ماذا يريد تحديدا وما هو موقفه حتى من عملية السلام وهل يمارس الضغوط وهل يستهتم الأوراق المتاحة للسلطة الشرعية لضمان حناية المشروع الوطني من المؤامرة الكثيرة التي تحيط به من كل جهة فهل يوفر الرئيس هادي من موقعه في الرياض الصغطية لكل هذا العبث الذي مره اليوم على الساحة اليمنية الحقيقة هناك أسئلة كثيرة فيما يتعلق بدور الرئيس هادي وما الذي يقوم به الرئيس هادي هناك خيبة أمل كبيرة بما يقوم به الرئيس هادي وهذا الغياب اللاكس لرأس الدولة اليمنية في إزاء أحداث مصطلية وتطورة خطيرة جدا تشهدها الساحة اليمنية فإذا كان يزيد في ضل هذه الأحداث المتسارعة فلا أعتقد أنه يحضر فيما يتعلق باليهود السلام التي يمضي فيها المرعوط الأممي بإخطاف كبير شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين تميمي كنت معنا عبر الهاتف المدينة إسطنبول التركية شكرا جزيلا لكم